اهلا وسهلا بيكو النهاردة هنتكلم عن عملية هم ناس كتير وهي ترقيع طابلة الازن ترقيع طابلة الازن احنا بنعملها عشان نقفل الصغب اللي في الطابلة اللي هو قد يكون نتيجة اصابة او نتيجة التهاب واستمر اكتر من ست شهور فمش هيكون ليه فرصة ان يرتقم لوحده فلازم نقفل الصغب ده الصغب ده بنقفله ازاي عن طريق عملية اسمها عملية الترقيع بنستخدم رؤعة من داخل جسم الانسان لاما من غضروف موجود في الازن هنا او من عن طريق غشاء بيغطي الغضروف ده او بيغطي العضلة اللي فوق الازن غشاء رؤية جدا زي غشاء الطابلة او الغضروف الرؤية اللي هو موجود في الازن ده بنقفل به الصغب ويبتدي طابلة الازن تنمو على هزي الرؤعة وتقفل الصغب ازاي بندخل الرؤعة دي داخل الازن في طريقة معتادة تستخدم من زمان ان احنا بنعمل فتحة صغيرة خلف الازن والفتحة دي بتتقفل تجميليا ما بتبقاش ظهرة وبتعمل خط صغير النظام الاحدث والمتبع دلوقتي ان احنا بنعمل الترقيع من داخل فتحة الازن عن طريق استخدام المنظر وكتير من المرضى مشهور لديهم ان احنا بنعمل عملية ترقيع الطابلة بالليزر هو ده المشهور لديهم ان احنا ليزر يعني بدون جروح هو ده اللي هو ترقيع الطابلة باستخدام المنظر بدون اي جرح من داخل فتحة الازن وده مسته طبعا ان ما بيبقاش في اي جرح المريض ما بيحسش بقلم التشافي منه بيبقى اسرع التقام الجرح بيكون في وقت اقل فبالتالي ما فيش اي تعليمات بنديها للمريض لفترة طويلة طيب ايه التعليمات اللي بننبه لها المريض بعد العملية اول حاجة ان هو ما ينفعش مية تخش داخل الازن لحد ما الرؤعة تلتائم تماما مع الطابلة يتجنب اي حاجة تزود الضغط داخل الازن يعني ممنوع ينف جامد لو جاله عطسة يحاول يفتح بقه ما يكتمهاش ممنوع يركب طيارة او غواصة او اي حاجة تغير ضغط الازن لحد ما يتم التقام الطابلة تماما يحافظ على ودنه من اي عدوى او اي عرق غزير ممكن يحصل او اي ماء يتخش جواها مضاد حاوي يمنع اي الالتهابات في الجرح فيتامينات تساعد على التقام الجرح مسكن لو فيه قلم ولكن هي مش من العملات المؤلمة اللي تحتاج مسكنات قوية ودمتم سالمين اشتركوا في القناة